يخرجوا لاعبية في قانون كرة القدم وراز راس وتتهزر رأي أوف سايد دونك يقف كل شيء ويلزم ترجع الكرة مخالفة أو غيره دونك هذيك وعليس سميناها أوف سايد لفوتو أوف سايد عبودة حكينا عنا برشا ما حكيناش في حاجة في لفوتو أخر حصص قدمناهم كن ديما تكون موجود في لفوتو اليوم تعود لفوتو مرة أخرى بحاجة مزينة برشا وحاجة ستبقى للتاريخة وش نعطيه فيها نضربها المثال زادة على تونس وعليس ليبيا ما نديما نحبه التقدم وتطور كرة قدمة تونسية دونك نمشي توتسويت للفوتو اليوم في اللفوتو اخترنا اللاعب الباييرن جميل موسيالا الملاعبي هذا اللي تخالف مقابلة الباييرن الأخيرة ضد شالكة الألمانية في البطول الألمانية اللي وفات بنتي صار الباييرن الثمانية بلايش الملاعبي هذا سجل هدف مع الباييرن ودخل التاريخ كأصغر لعب يسجل الباييرن أصغر ملاعبي يسجل هدف في الباييرن قدش عمرو عبودة عمرو 18 سنة وضع لي 200 و300 يوم بتشوف وتعنشوف 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 طبعا بضبط المعلومة كيما قلت أمير ولكن كيما قلت أنت حقيقة هو دخل توز ملاعبية صغار واحد عنده زر أكثر من اللاخر والبطول واحد بشيكون عنده كاريير أكبر من اللاخر مدام وصلوا لعبوا مع الباييرن في الجامعة هذيك ودخلهم للمدرب سيكم لعب يديه وعندهم برشا كورة وعندهم مستقبل كورت القدم للالمانية جميل موسيالة عمرو 17 عام ومتين وخمسة أيام ومتين وخمسة أيام يعني وقتلت سجل هدف وصاحب وهو صاحب الهدف الثامن ضد شارك في الجولة وهو أصغر هدف في تاريخ الباييرن عبود أي أصغر هدف في تاريخ الباييرن بخل معنى حتى هدف بتاعة ومش هدفك اللي ماما دولوا كورة قدام الكاج وحت كاملها عمل فردي أي عمل خدمة خدمة وتعدى بمليابي وعمل فاندوتير مبعد شارتها بريمي بوتو دخلت حقيقة ممتاز بداية ممتازة ومليابي حتى كيرينيه حتى كيسجل مع ملشكل هكل هبلة وجريه حتى حقيقة كترة هلان دتي مراش كاريت بونتو هلان يضحك كيفية مشيه شات سانشو البونتو الثالث هو مركب دوبليه في ثلاثة بليه شرب حتى دورتموند كيفية مشيه وداز سانشو لعبات كل تضحك كل ما مارك يبونتو دخل هونما في مركب ملابي جمال جمال موسيالا مساج الهدف عادي جدا فرح فرحة هادية عمل فازة عنده هو كي انه مستنس بالبونتويت وقتنا هو اول هدف اول هدف لي وخليه يدخل التاريخ معناه ويعرف رحو لي بوتاتر اخير مرة بشرأ فيها البايرن هدي كمان خطر ام كماز ولكن بعد هدف هدي كمان عرشتكم مزال بشي خاريف فمبرش عبيض الي هو ما ترى قابل에 وعالبانك مزالت موجودة ليل البايرن سيده ذيك معنة ينجم معدش يقعد حتى عالبانك معنة في الااا الااااا والكن في شو يقعد ديما يقعد في تاريخ البايرن ويقعد ديما في مخ المدرب نارة اللي تضرب مليابي ولا يستحق بش يطلع واحد من الزغير ولا ولا يطلع جهوري يخليه على طول بشيكون تصوره ذاكه هو هو الملاعبي لي خليه تخل دونك هناك كما قلت كل ما نقولوها يزيونها مصغارة كما تراوه معتا ديمة وحنا ولاد زغار مش يزيونها مصغار يزيونها كلمة مازال صغير مازال صغير مازال صغير تلكورة الصغار هي الكورة الكبار معتا تيكما يكبر كل ما مشكلة توتي معناها تفتيها كمريته الملاعبية معتا عمره 17 سنوات تخل بدون اي كمبلكس عليها بدون اي كمبلكس خطر فما من اللول تحذير ذهني يصير للملاعبي فما التاقم كامل ذهني يخدم ما يخدمش كان على الكبار وكان ملاعبية يخدم زادة على الولادات الصغار ليهو مش يكونوا مستقبل باير باير نذاك تصرف عليه جسد من اللول كيفية كونته وكل شيء بعد يتبيع مئة مليون وروخ وثمانين مليون يورو والله واعلم من الوين هو ملاعبي ما بلغ ضخم ايه خدا بش تولي الارقام وقتها عادي تولي المياه بتاعتوه تولي ميتين بعد اربع خمسة سنين القديم دونك مانفستيس مو هو صغير بشامل عليهم بعد يبيعوا وهيز بيت ترويت خدا بيرن ما تبيع شكيكا بيرن تستي ترويت ومبعد يكا تبيع دونك اللي حبيد نقولولك اللي ماذا بينا وكان ولداتنا الصغار زادة ياخذوا 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 فرصتهم على الفراق متى حماية هنالينا هنا جبنا ملاعبية مع انت مدزير وجبنا من ليبيا وجبنا وجبنا صد فوزو سلاثة اربعة بس انهم ما خاطرهم ملاعبية اللي موبيدهم دجا يرابوا في اللي كيب نوسيونال وليمشوا اللي كيب نوسيونال خاطرهم فلتة كوراوية كيما توا كيما الهوني كيما بغدد منجيح ملاعبية اليوم ولكن الاخرين كل مع كل احتراماتي اليهم اداءهم الذبذب وخاصة متأكد اللي واخدين بلاست ملاعبية تونسي صغير اللي هو ينجم يكون اضعف اليمين فرد مستويه وبعض ملاعبين الجانب لي في تونس انا التعليق متاعي في اللي فوتوري اليوم اللي في كل عام في كأس العالم اللي فيه روسيا 2018 بس مصرار فيه ما باتش ما باتش يكور معناها كان معناها بضع الدقائق قال اشنا هو ملاعبية مازال صغير نشوفوا اليوم اذا هي اكزونبل عتيتكمه مع المنتخب نشوفوا الملاعبية هيدا 17 عام ومتين وخمسة ايام يسجل هدف الثامن للباييرن ضد شالكا في البوندس ليجا في الجولة الافتتاحية زادا ويلقى النجوم هدوكم كل قدامه مغير كومبليكس كيف يخلكم عبودة قبيرة يدخل الراجل عادي يبقى ريحيه يتعدى يمركي يسجل يدخل التاريخ ياخو فرصته ونهاريخة بشكون عنده شين كيف كيف محمد علي بالرمضان في وقت مع التاريخي راضية تونسي اللي كان ديما في وقت مالوقات كان في داكرة البودالية حتى كمشان لمنتخب منذر الكبير ناخب الوطني خريع داكرة البودالية يمكن مازال صغير اليوم نعطيه دخل دخل مع منذر عمار ربع ساعة في اللقبة في رينية ذلك اي ولكن اي ولكن ديما نعطيه الفرصة لصغيراتنا المساج اللي حابه يقولوه في تونس نعطيه فرصة لصغيراتنا في الفرق وقت اللي تدخل مع انتي وعنيه حتى وقت اللي يتم تقطيرك شوية مش برشا وتدخل تلقى تلقى الجو العام حاضر ويعطيك فرصة ومخليك تدخل في الجو تدخل في المقابلة انا يجبوك تفك بلاستك واحدة معنا حتى اذا انا مش حاضر منتلمو ندخل نفك الكورة نقل نوريش عندي كورة في سقايا ندخل معنا نتفكر احنا نتفكر بدايات يوسف المساكني مع الترجل هذه التونسية معناها بلغة الكورة وقت اللي يهبط يحط كورة قدامه يمشي وقت العبادة عرفت شو في البدايات كان يوسف المساكني في البانك عداقة البودالية نعطيك مثل الآخر اللي عليك قلت لك ذا التحذير الذهني واللانترونيون اللي في وقته يهبطوا في الربحين سبعة بليش فيخ المباراة باش ما 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 يصير حد شي باش كان هوقا كان مركة هدف ايكيب دجا هي بلغة الكرة متدمرة شالك زيرو كات شالك سفر اربع محطمة سبعة بليش ما عندهم حد شي في مخاخهم حتى وصلوا خرجوا ثلاثة كونترزوز ما عرفوش تعملوا مع الكرة يحبوا يسجلوا ما نجموش الحارس كل كرة في 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 الشبكة مع تأيس معتشي نجموش نذكروا كالعام امير وانتي سور تأكد الوليد عبود اللي عب بالترجة التونسي تخل في الدربي عمل غلطة متعبونت وقته عاودوا خرجوه فم مطاريخ اتدخل بيها ملاعبي تقول اللي صغير ما تدخلوش في دربي ما نقولوش تحط ملاعبي ولكن وين هو عبود تاو يرى في فرق اخرى على الكوكين هو نحكيه عليه فم لايه كان نحكيه عليه بش يوليه نجم النجوم اكيد كراف المنتخب الزغار الملاعبي هذين مخسرنيه كتوينس هني اهني ازادة منحب بش يكون قاسي على بعض الفرق عبودة ونحب نعطي ازادة هني اللي يراه شخصية الملاعبي تحكم في كل شيء شوفوا البيرح مثلا معاني الشعباني هبط الميموني في اخر دقائق المقابلة وعطاه ضربة جلزية وسجلها نهائي سوبرت في المزيرة زلية اللي يساجل بير ميموني البيرح بتاع برشا كونفيونس وبتاع حاضر ذهني انا اي صحي وانا البرح دير الحاجة اما مش قالوا ميموني بجي ضايبت لها جماعات مضروب الحمدولله لا ما فهم حد شيء ما فهم حد شيء شوف خلنحكيه الملاعبي الوحيد اللي حكيت عليه التراجي راضي تونسي على غيابه رسميا نحكي على على الصفحة الرسمية التراجي راضي تونسي الملاعبي الوحيد اللي حكيت عليه محمد ابن حميدة لكن اللي بقي الكل حتى بدران وغيره برشا كلها حديث لا حديث رسميا نحكي حتى حتى شيء رسمي باش تراجي ولكن احنا مش كان بارا مات الميديا الكل قالوا لميموني تاتا جماعات نذكر امليها ماتا قالوا ولكن البرح موفيش اثار اللي حبيت تراجي والتراجي وكان وكان مهم في دخوله ساجة ضربة جازي مضايحيش في عمره هو دانك برافو للي دا دي ما نخرش على السيوجي متانا خد الميموني تابع السيوجي متانا نكملوا الميسال نعطي وثيقة للصغيرات متانا ملاعبية تتوالي ريناهم الحرابي وكيف كيف زاد العياد ملاعبية هذو من الكلوب زادة رينا كيف كيف زادة من قصاب قصاب سيحلي ملاعبية اللي حقيقة سيسيس محمد علي الترابلسي بن بن علي الفرق الكل معتا اغزر كبار وصغار ريناهم حتى الملاعبين بتاع بن جردين لتا كون العوجي يكي من سونال صغار معتا يلعب القدام ملاعبية اللي هما حقيقة خطفوا الأضوية كيخذوا فرصتهم دونك لأيزي احنا طوفي زمن الكورونا عنا مشكلة كبيرة متاع فينانس فحنا مشكلة متاع فلوس دونك لنتدابات الغالية ماذا بين نقصوا منهم شوية ما قلناش من انت تدبوش كل جماية ش عندها كل جماية شنية لازي شيانس تاحا فما شكون يغاب تشمبينزيك فما شكون يغاب كوبرافا مشكون يغاب كوبدافريك كل وياد يحسب بحساباته شنو اللي زنوبسيون بتاعه شنو اللي زنوبج كي بتاعه وسنو الميزانية بتاعه يحاول ان تدب اللي يقدر ولكن زاد يعمل على الوليداته اليوم بش يكونوا نهار اخر ابرنو مش عونو بشي سيترويت بش يكون نهار اخر مورد رسق كان يتباعوا الفرق في الاوروب ولا غيره بطبيعة دونك هذيو علش اخترنا اليوم الملاعبي هذا في الفوتو ملاعبي يسجل هداف ويدخل تاريخ الباييرن كاصغر لاعبي يسجل للباييرن على مرة تاريخ ما نكتحكي على الباييرن بطل دوري بطال اوروبا يجوي يعطيه فرصة ملاعبي صغير ماذا بنا في تونس نعطيه الثقة ونحافظه صغيراتنا على خطر المنتخب الوطني معناه اهم حاجة مسحقين لعبيتنا التونسة نهار اخر خلنا مشيول الحاجة السلبية اليوم اللي بش نحكيه فيها كذلك على حارس الصغير في العمر متألق ولكنه اليوم طاح معانا في الوف سايد اليوم في الوف سايد بش نحكيه على حارس النيدرياضي سفيقسي اللي قبيلة شكرناه وحكينا قدمه قبل كبيرة برشة وقلنا الملاعبي هذا يلزم ياخه فرصته في المنتخب حارس مرمى بصراحة ممتاز باجمع الجميع وكل المحلين ولكن طاح في الوف سايد وعليش البارح نعرفه احنا ديما المقابلية تكون موجودة قد تتعرض في وقت من الوقات لانتقادات تتعرض لاستفزاز من بعض الجماهير ولكن ملاعبي كرة القدم يزمك تكون رزين يزمك تكون محترف بكل ما تحمل الكلام معنا ويزمك ما تردش الفعل ضد جمهورك او جمهور الفريق المنافس حتى في وقت من الوقات وقت اللي صارت الملاعبي يتعارك مع جمهور المشجعين للفريق المتاع وكنا ننتقدوهم ديما على خاطر مذابين الملاعبي يقعد مركز كان فوق ارضية الميدان ما يقعدش مركز على المدرجات حتى بعد نهاية المقابلة ايمان دحمان البارح بعد نهاية السوبر التونسي وتتويج الترجل الوضعية التونسي جمهور الترجل كان ينتقد في ايمان دحمان بعبارات مكان شفاية حتى كلمة جرحة يمكن كلمة مستفزة نخليكم تتفرجوا وتسمعوا شنو قال جمهور الترجل لأيمان دحمان ثم سنعود للتعليق يومونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون اللي كان محاولة اعتداء أو محاولة قذف جمهور التراجل رضي التونسي بالصندوق التعميدالي مش هاد ما نحبوش نشوفوه وقت نحكيه على حارس تنجم تكون نهاريخر الحارس الأول منتخب الوطني التونسي إذا تكمل في الأداء متاعك عبودة كما قلت أنا من أول الميسيون أنا نشكره فيه ما نشكره فيه بالزر ولا معنا منامل نشكره فيه خطر أداءه من طوى عنده عامين ولا أكثر شوية كان كنتينويته تامة في الأداء وهذا ممتاز بالنسبة لحارس دحمين ما زال صغير نقوله في الأمر ولكن نجمو نحطو اللقطة اللي صارت البرح حطوه على موق ديكسبرينس على الصغر بتاتر نغرع لخطر اخسار بلانتيات وللوك السيسيس قوتها في البلانتيات بتاتر بحضور دحمين رغم اللي جريدي نعرفوه هذا ممتاز بذربات جازي موش كانت عندي هنا ساكنت ساكنت جريدي ولا دحمين زوز بهين والليسار اللي معنطة ضربات جازي ما كانوش حراس وما اللي تصديه والعارضة هاي اللي دي ما تصديت بيغض النظر بيغض النظر لا لا نحكيلك اي مش هذا اي معنطة فماشي عليه بش ينغر البرح ولا يعمل الكيكة اوكي الخسارة توجع ماشي اول الخسارة دحمين ولا غيره بش يخسرها وقت تعرض الاستفزازة ده اذي اذي كلمة اسمعته معنطة كلمة كل واحد ده في لحومة وهو ما كانش بكلمة اسمعنية ما كانش بشقاقة بلغة لحوم معنطة تقبل اهديه ما بيش كلمة عيب استفزازية اوكي بتاع ما تسمى صوفت على الاخر كلمة عاجة عادية جدا في مرعب كورة خدمة نكتسمع كلمة كيمنا ذي شقاقة ماشي كلمة كبيرة ردت الفعل كانت اكبر احنا انا شخصيا ما عنديش الفيديو في الاخر تتقص هايز كرمية مرميش اما نصوروش رمية ظالي بلغتنا راعشهم ولا عمل ردت فعل ومبعد رجالوش شهد العقل في اخر في اخر لقطة خاطرنا في بليش ما اسمعت كلام اللي مبعد في الفيسيرين الميدالية متاع ومور واضحة نونك جوز حاب يعمل ردت فعل كون كواد غشش ولكن ما جيش مشروع متاع حارس ممتاز مشروع متاع متاع حارس لكيم ناسيونال ماذا بينا كيم الايدي متاعك في الميدان حاجة مهمة حاجة مهمة اخرى عبودة اللي يراه اليوم انت بشتلع في دوري يا ابطال الافريقي ايمن دا ما نحملش قاسينا عليك ولكن يلزم نحكيه في ال نحن نشكره لدينا تقدم فيه وتستحق بلا أصلا في المنتخب الوطني التونسي مشكلامينا بكلام اغلب المحللين الرياضيون الفنيين اللي عانا في تونس دوري ابطال الافريقي يراك قد تواجه مازنبي الكونغولي مثلا وقت لتمشي المازنبي شفنا جواريت الرجاء المغربي بالبوني مع جمهور مازنبي شفنا فريق مازنبي الكونغولي اكزومبله ما يعطيش فيستياريت الملعبية الرجاء المغربي في النسخة الفارط من دوري ابطال الافريقي دون قادر انك تتعرض لهذا كل اذا ما تحكمتش بأعصابك ينجم الفريق يخسر خدماتك وترد هو أقل ما يمكن انه يصير وأسهل حاجة تصير في كورتة قدم الافريقية الافريقية عفوا خاصة اللي اليوم الفرقة التونسية اصبحت مستهدفة من قبل احمد احمد الاستحاد الافريقي كورتة قدم تحب ولا تاكر دون كل يوم كنا نحكي وهكذا نغزره في نظرة القدام معناها اليوم الحارس مرمى يزمك تتحكم بأعصابك باش ما تضرش الفريق متاعك انك تلعب بعشرة ملعبية لقدر الله انهار اخر في دوري الابطال في افريقيا في الافريق سواء ضد الاهلي ضد الوديد ضد الرجاء ضد مازنبي ضد فتاكلوب ضد سانداونز رهي عبارة تسعين في الامية خسرت المقابلة خطر نعرفوا قوة الفريق هذوكم بحداش وشوف تفضهم عام شوفوا الدحمين بلاستوما ماتا الدحمين وحارس مرمى اليوم يقول لك وعليش انتوما قادين تحكي ولا تركزوا على اللقطة هذية البعض قد يتساءل عبوده على خطر اليوم حارس مرمى يحبوه حارس مرمى يقدم فيه اداء ممتازة بصراحة حارس مرمى برح بيان اللي هو منطينة الكبار ولي استحق بلاصف منتخب الوطني تونسي فلذلك ماذا بينا حارس يحكيوه معاه يوعيوه يحطوه في الكادر يقولولي وراه الشي اللي عملتوا هذيك مرفوض مرفوض نهاية وامرنا منه حد شي ما في قد ملعب وامرنا مرناش منه حاجة ايدا حتى اللي يراه اللي يتفرج فيه اللي يتباد ما نقول الانسان كالم موش متاع الشي اذي البيان هنغر اخسر يجب يعرفو حاجة سيئة ليسر الكوار جاي الكل حارس مرمى مدافع موهاجم وسط ميدان مدرب اليو يجب نتعلم ونفهم ونضغش ومالنغرية رايز يمكن عبودة مدربة مدربة ونحن نحن 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 مدربة اشترك كما تقبل الشكر ولا عبادت تحب تصور معك في صفاقص ولا عبادت تحب تخطوغراف معك ولا عبادت فرحانة كما زادة تجد منافسين ونحن يسيبوك ونحن يستفزوك ونحن يستفزوك ونحن يسيبوك على خطر يحبو جماعتهم ويحبو يستيبليزوك أنت باش البارح من جمهورته رجل اللي ريناها لغنية ماش خطيرة ولا مفيش كلم زيت باش توصل لانك معانتها تتغشش للدرجة دي كنتماش تراوها لروحك تضحك لهم تتبسم وتعدى لروحك وما زالك قدامك برشا كورة وما زالك قدامك القاب سيساسة دي جماعية ممتازة مدرب وراها ممتاز فوزي بنزرتي الجنرسيون صغيرة باش تكبر وعظها وباش تزل القاب او بناتنا باش تزل القاب سيساسة دي على خطر كي ما تبعتش بياسور كم معهم الصورة موجودة مشكور زمينا علي الدين العوني في الاخراج الرقمي الصورة موجودة في الديجيتال تحلو باش فيسبوك نتاع رادي مات يونيزي تشوفوا محاولة اعتداء ايمن دحمان او اعتداء ايمن دحمان على فئة مجمهورة شوف روحاجة اخرى مهمة ياسر حبناع كيفية اليوم ينجم ملاعبي روح خارج من قضية الميدان يتسبوه 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 كل شيء روحاجة احنا ضدها ولكن زد الملاعبي اي الف المية مش ولكن انت كذلك كملاعبي ما عندكش الحق ترد الفعل ضد الجمهورة على خطر هذاك مشجع يتفرج صحيح احنا ضد الشتم وضد الاهانة شوفوا كورت القدم الاوروبية وقت ساموالي تو عنصرية كبيرة تعرض لها بمعناه بالشيخ والفاس ولكن لا عمره لا عمره رد الفعل لو عمره جاء بالجماهير لو عمره قام بحركة غير اخلاقية للجماهير نشوفوا نعطيك الكلمة نشوف في كورت القدم التونسية ساعات لأسف فريق الجماهير المنافس ولا حتى مسبقات الفريقية يضلبوا حتى الجمهور بدأ بزلماء معناه فهني يطيح النفو معاش نعكيو على كورة محترفة تفضل عنك تعقيب الكلامك على يتو يتو اكثر منك كوصل مرة في مباراة كورة قدم مع الينتر هو ببالو تيلي نزوز نعرفوهم لون البشرة اسمر دونك صاروا صاروا استفزازات عنصرية على بلو تيلي ونعرفوا زادا يتو كيفوا فرد لون بشرة بلو تيلي بلو تيلي حاب يقادر الملعب وتغشش مشاهلوا يتو شدوا من الرأس وقالوا جاوا مع التيران ضالي مركبون تولا زوز نارتها بلو تيلي وفيت الحكاية غاديك شوريك ليتو نفس الموضوع صار مع موسى ماريغا مع بورتو البرتوغالي نفس الموضوع صار يعني شوف انت اليوم كتقول لي مثلا ميسيرش خلنا نحكي نوجه الكلمة دين اي من دا حمين اليوم استفزاز صار مع الجماهير بالطريقة هذية هذي كانت ردد فعلك ديدا في وقت من الاوقات ديدا الحارس البرزيليا حارس الميلان في تلك المقابلة راهو الجمهور ضرب ديدا بالافلام راهو مش حرق ديدا ميلان ميتر وقتا اي وتعرض الحروق من الدرجة الثانية وما ردش الفعل فلي ذلك اليوم مطالبين حبيت نعطي ديدا بمي انه حارس ونفس البوستو عد احمان نحبوا اي من دا حمين اي من دا حمين البرزيليا قدم مقابلة ممتازة جدا اي من دا حمين في المقابلات الاخيرة عنده بلاسة في المنتخب الوطني تونسي ان شاء الله منذر الكبير كذلك يعطي الي من دا حمين فرصة في المنتخب عليش ليكون مستقبل حراسة عارين مرمى منتخب الوطني ولكن اي من دا حمين لكذلك مطالب بضبط النفس بضبط النفس خاصة خاصة الي راهو قادمة النادي رادي سفيقسي على مسابقات قرية هذي وليش حكينا اليوم على اي من دا حمين في الوف سايد عبودة والفيديو موجود على الصفحة الرسمية متاعنا راديو ميت تونيزي هكذا يكونوا سكرنا اشتركوا في القناة